لما ارادت الطعام قال لها الله هاي فاطمة بنت اسد قال لها الله وهزي اليك بجذع النخلة وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن فهي من اسرار اهل البيت لان هذه ام على ابن ابي طالب ام امير المؤمنين وانا اكلت ثمار الجنة وانا في باطن الكعبة في جوف الكعبة وعلي امير المؤمنين تقول نزل من بطني علي امير المؤمنين وهو في ملاء من النور وهو يقرأ سورة المؤمنون يقول قد افلع تقول اخرجته وهو يردد سورة المؤمنون اسمها سورة المؤمنون من باب الحكاية ما تقول يقرأ سورة المؤمنين لا لان من باب اسمها سورة المؤمنون فكان يقرأ هذه السورة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وعاله لما نظر اليه النبي ابتسم واخذه وسمعه يطرأ قد افلح المؤمنون سورة المؤمنون كلها طراءها علي بن ابي طالب سلام الله عليه هذا قبل نزول القرآن